قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدولي إن الحكومة تنحاز إلى المواطن المصري البسيط في جميع إجراءاتها مشيرا إلى أن الدولة تتحمل فاتورة تدعم الخبز والسولار والبترول بـ 216 مليار جنيه في العام المالي الحالي وخلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي أوضح مدولي أن هذه المبالغ تشمل دعم الخبز بـ 91 مليار جنيه ودعم السولار بـ 90 مليار جنيه حبدأ بيه رغيف الخبز إحنا كمصر كل يوم الصبح منذ الفجر لغاية قبل ما ننزل شغلنا كل مواطن مصري آلاف المخازن بتشتغل عشان تخبز أنا بتكلم هنا على الخبز المدعم 275 مليون رغيف يوميا بيتخبزوا من الفجر أو ما قبل الفجر لغاية قبل ما ننزل الصبح بادري الـ 275 مليون رغيف يوميا لما نضربهم في 365 يوم هم 100 مليار رغيف في السنة لغاية 21 كان تكلفة أو الدعم اللي الدولة مخصصها لهذا الموضوع في حدود الـ 50 مليار أو أقل من 50 مليار النهاردة النهاردة إن إحنا ما خدناش قراء ما زودناش كنا لصعر العيش النهاردة تكلفة فطورة رغيف الخبز 91 مليار جنيه على الدولة الشيء الثاني إحنا كنا في 21 نهينا دعم المواد البترولية ولم يعد هناك عندنا دعم للصولار طيب إيه الموقف النهاردة النهاردة عشان بردو نبقى عارفين الأرقام كلنا ونبقى شايفينها قدامنا كمواطنين وعارفين مصر بتستهلك سنويا 18 مليار لتر سولار حاليا كل لتر سولار المواطن المصري بياخدوا وبيستهلكوا الدولة بتدعموا النهاردة بخمسة جنيه يبقى دي 90 مليار جنيه الدولة النهاردة بتدعمها يبقى الخبز 91 السولار 90 ترجمة نانسي قنقر